عندي رسالة مهمة جداً لجمهور النادي الأهلي الكبير في كل مكان طبعاً بالأمس كان آخر يوم في التصويت على جائزة جلوب سكر الجائزة اللي بالتأكيد ده مجلس دبي الرياضي بينظمها كل سنة جائزة كبيرة جائزة مش بيتواجد فيها غير أكبر الأندية العالمية طبعاً الناس كلها كانت بتتمنى والكل كان بيشارك في التصويت والفوتينج على إن النادي الأهلي يكون بتصويت الجمهور رقم واحد بيتفوق على ريال مدريد وعلى برشلونة وبايرن ميونيخ لكن بالطبع فيه أمور ممكن يكون لها علاقة بالرعاة بوجود أندية كبيرة في هذه الجائزة فالجمهور من المبارح حسيت أنه زي ما يكون فيه رسالة إحباط أو النازة علانة أو بعض الكتابة الإلكترونية عايزة تصدر رسالة أن النادي الأهلي مفاس بالجائزة على فكرة أكبر جائزة لجمهور النادي الأهلي وحتى للمنظمين والقايمين على تنظيم هذا الحفل أن النادي الأهلي بيشارك في هذا الحدث الكبير وجائزة كبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي أن النادي الأهلي وإسم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي موجودة ضمن أكبر ثلاثة أندية أو ضمن أكبر أربع أندية موجودة على مستوى العالم شوفوا المنافسة لغاية الساعات الأخيرة أنت بتنفس نادي ريال مدريد آه أنت في المركز الثاني بس خد بالك برضو أنت موجود ما بين مين أنت موجود ما بين ريال مدريد وبارشلونة وباير ميونيخ بل بالعكس أنت بتتفوق في التصويت على برسلونة وباير ميونيخ ولغاية اللقظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة كانت المنافسة محتدمة وقوي جداً ببينك وبين ريال مدريد أنتوا بتتكلموا هنا عن شعبية ومكانة كبيرة جداً لكيان كبير جداً هو النادي الأهلي إحنا بنفتخر بوجود اسم النادي الأهلي في أي حدث بينظم على مستوى العالم جائزة جلوب سوكر هي جائزة كبيرة وجائزة بينظمها مجلس دبي الرياضي والعالم كله بينتظر طبعاً هذا الإيفنت مع بداية عام أو بداية كل سنة جديدة هيكون الفترة اللي جاية إن شاء الله في نهاية هذا العام الجائزة هتكون موجهة طبعاً للأندية فيه نسبة بالنسبة لتصويت الجمهور وفيه نسبة موجهة بالنسبة للجنة التحكيم لكن في جميع الأحوال الرسالة اللي عايزة أوجيها الجمهور النادي الأهلي آه ممكن تزعل إن الأهلي في المركز الثاني لكن في نفس الوقت لازم تكونوا عارفين أن في أمور ممكن تتحكم في اللحظات الأخيرة اللي ممكن يكون مين فائز بالجائزة؟ أو في جميع الأحوال لازم تكون سعيد ومبسوط إن النادي الأهلي اسمه ومكانته موجودة في هذه الجائزة أو في هذه المكانة ما بين الريال والبايرن وبرشلونة بتتكلموا عن ريال مدريد أكبر نادي في أوروبا واخد دوري أبطال أوروبا كاس عالم أندية برشلونة يعني حدث ولا حرج بتتكلم عن بايرن ميونيخ الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة وهيكون موجود معاك في كاس العالم للأندية فبالتالي في ناس ممكن تكون في مصر بتحاول إن تكون موجودة في المركز الأول لكن دايماً بتكون في المركز الثاني لكن إه أنت هنا وإنت في المركز الثاني بالتصويت مين قدامك ريال مدريد ومين بعدك برشلونة وباير ميونيخ فرسالة الجمهوري الآلي في الختام ما تزعلوش خالص لأن مكانة الأهلي كبيرة ومكانته متواجدة في هذا الحدث الكبير مش بالتصويت ولا بالنتيجة لأ مكانة الأهلي موجودة في هذا الحدث الكبير اللي بينظم كل سنة وبالمناسبة كل الصحافة في كل ألحاء العالم مهتمة جداً بهذه الجايزة واسم كبير لما يكون النادي الأهلي أو مكانة كبيرة للأهلي لما يكون موجود في جايزة كلوب سكر